شكراً سيد المستشار المحترم على هذا السؤال المغريب حدد استراتيجية وطنية طموحة التنافسية اللوجيستيكية سنة 2010 وذلك باش يكرس تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب استراتيجية القطاعية ويجعل من المغريب محطة لوجيستيكية جيهوية بالبحراء بين المتوسط وشمال وغرب إفرقيا فهذا الإطار تتحتاز من الوزارة مواصلات المجهود الإصلاحي لقطاع النقل واللوجيستيك من خلال ثلاث محاور أساسية المحاور الأول تتعلق بتسريع وطيرة إنجاز المحطات اللوجيستيكية وذلك بهدف توفير وعقاري لوجيستيكي بمعايير عصرية وبأثمينة مناسبة لفائدة الفاعلين اللوجيستيكيين من القطاع الخاص وبالفعل تم تحديد شبكة من المناطق اللوجيستيكية بمساحة إجمالية ديال 1158 كتار في أفق 2040 على مستوى مجموعة من جهات الملكة بناء على المخططة الجيهوية المعتمدة من طرف الوكالة المغربية لتنمية الانشطة اللوجيستيكية في هذه الصادات تم تحديد دفع الأولى من مشاريع المناطق اللوجيستيكية ذات الأولوية بكل من أقادير وفاس والدار البيضاء والقناة روام ورقش وبني ملال على مساحة إجمالية تبلغ 230 كتار بكلفة إجمالية تتناهز 1.2 مليار درهم وتم الشروع بالفعل في تهيئات 45 كتار بكلفة 350 مليون درهم للمحطة اللوجيستيكية اللولة لأيتم اللول بجهات سوسمسة على أن يتم الشروع في أشغال تهيئات المناطق الأخرى فورا الانتهاء من مصاطر اختناء العقار الضروري فيما يخص لمحور الثاني يتعلق بتأهيل الفاعلين اللوجيستيكيين وذلك من خلال النسخة الثانية من برنامج تأهيل مقاولة الصغرى والمتوسطة بيميولوجيس 2 ويهدف هذا البرنامج إلى مواكبة الفاعلين اللوجيستيكين الصغار والمتوسطين من خلال تقديم دعم مالي وتقني لتمكنهم من تحسين أدائهم ورفعين مهانيتهم وذلك خلال فترة 23-27 وبغلاف مالي يقدروا بـ 60 مليون درهم المحور الثالث تهم نقل طرق البضائع وتم تحديد مكونات هذا المحور بناء على العمل المشترك مع المهانيين حيث تم بالفعل ترتيب الأولويات وتحديد برنامج عمل مشترك يرتكز على مراجعة شروط ولوج لمهنة تحصين الإطار التعاقدي للمقاولة النقلية واجعله أكثر توازن وإنصاف من خلال اعتماد المقايسة بين أتمينة النقل وأسعار المحروقات تحديد تعريفات مرجعية لأتمينة النقل الطرقي تسويات وضعية وزن فئة من الشاحنات وتفعيل بيان الشحن بهدف لحد من الحمولة الزائدة وكذلك تسريع برنامج تجديد الحاضرة بغلاف مالي سنوي قدره 250 مليون درهم وأخيرا مواصلة برنامج تكوين المجاني لسائقين بغلاف مالي 100 مليون درهم سنويا اشتركوا في القناة